في تركيا دعوة عاجلة لانتخابات رئاسية مبكرة انتخابات رئاسية مبكرة انتخابات طبيعية في 2023 وانتو فاكرين ان اردوغان كان فيما مضى بيرى ان انتخابات المبكرة قد تكون حل لمحاولة التخلص من خصومه او من منافسيه عندما تكون حكومته على المحاك فعليها مرارا من قبل النهاردة كمالك الاشدار اغلو زعيم المعارضة بيطالب بانتخابات رئاسية مبكرة فاردوغان رد عليه بسخرية وقال له يعني ايه انتخابات رئاسية مبكرة انا مش فاهم يعني ايه انتخابات رئاسية مبكرة بيستزرف طبعا اردوغان وسخرية الاخوان المعهودة والمعروفة والتنطع الشديد باسلوبهم عندما يكونوا في السلطة رد عليه كمالك الاشدار وقال له ده مش رأيي ده رأيي الناس الفلاحين والمزارعين والناس المتقعدين والعطلين اللي في الشوارع كلهم بيقولوا عايزين انتخابات مبكرة لانك فشلت في ادارة شؤون البلاد او وصلت تركيا الى الحضيد او وصلت تركيا الى انها تتسول الان من دولة او من دولة زي قطر بيكلم بيقول انه هذا مطلب ومطلب حق احنا بنطالب بانتخابات مبكرة لماذا تخشى من هذه الانتخابات ده كمالك الاجدار اغلو متحدثا الى اردوغان ورد عليه اردوغان بهذه السخرية يعني ايه انتخابات مبكرة